السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا بكم متمعي الكرام ومتمعي قناة من الآخر خلاصة لو أول مرة تزرر في القناة ريتشترك في القناة بالدخطة على الزر الأحمر أسفل فيديو مكتبع الاشتراك أو سبسكرايب أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس لأصلاك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متمعي الكرام خلينا نتكلم عن ترتيب فرق الدور العراقي وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة السامنة كاملة بعد الانتهاء اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 الجولة السامنة من الدور العراقي بدأت السبت 12 ديسمبر فوز النفط على السماوة 3-1 الديوانية والتعايد الأمام الكوى الجوية 0-0 الميناء يتعادل أمام القرخ 2-2 والطلبة يتعادل أمام نفط الوسط 2-2 اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 نفط ميسان يفوز على أربيل 1-0 الكهرباء يفوز على زاخو 3-1 أمان البغداد يفوز على نفط البصرة 3-0 القاسم يفوز على الحدود 2-0 والزوراء يفوز على الصناعات الكهربية 1-0 الشرطة يتعادل أمام النجف 0-0 خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدور العراقي بعد انتهاء الجولة السامنة في صدر الترتيب جدول الدور العراقي بعد انتهاء الجولة السامنة نفط الوسط في المركز الأول 17 نقطة الزوراء في المركز الثاني 14 نقطة الشرطة في المركز الثالث 13 نقطة طلبة في المركز الرابع ب13 نقطة نفط ميسان في المركز الخامس ب13 نقطة النفط في المركز السادس ب12 نقطة أربيل في المركز السابع ب12 نقطة الكوة الجوية في المركز الثامن ب12 نقطة أمان البغداد في المركز التاسع ب12 نقطة زاخو في المركز العشر ب11 نقطة الكهرباء في المركز الحالي 10 ب10 نقاط الديوانية في المركز الثاني 10 ب10 نقاط الميناء في المركز الثالث 10 ب9 نقاط النجف في المركز الرابع عشر بتسع نقاط ولكن لعب سبع مباريات فقط الكرخ في المركز الخمس عشر بسمان نقاط ولكن لعب سبع مباريات ايضا فقط الحدود يأتي في المركز السادس عشر بسبع نقاط بعد ذلك السماوة في المركز السبع عشر بسبع نقاط القاسم في المركز السامن عشر بست نقاط الصناعات الكهربائية في المركز التاسع عشر بست نقاط نفط البصرة في المركز العشرين والاخير باربع نقاط لو مش فهم الحاجات دي اللاخدر الاولاني دوت ده يعني التأهل لدور ابتال اسيا تمام؟ اللاخدر التاني دور المجموعات اللاخدر الاثنين اللي هو التاني والثالث التأهل لدور ابتال اسيا دور تصفيات الاثنين الحمر اللي في الاخر دول معناها هيهبط لدور الدرجة الاولى ده طبعا بعد نهاية الدور خلص خلنا نتعرف على ترتيب الهدفين في صدارة هدافي الدور العراقي بعد انتهاء الجولة السامنة اللاعب منار طه لاعب الحدود بخمسة اهداف يتساوى معه محمد ابراهيم لاعب الكهرباء ايضا بخمسة اهداف ثم في المركز الثاني ايمان حسين لاعب الكوة الجوية باربع اهداف يتساوى معه جبار كريم لاعب امان البغداد وموسى عدنان لاعب النفط واحمد عبدالرازق لاعب نفط ميسان وزجاد جاسم لاعب نفط الوسط وايضا سرجل جاسم مخلص لحد نفط الوسط بعد كده في مركز الثالث بثلاثة اهداف لاعب الطلبة مهند عبدالرحيم لاعب الزوراء عمر عبدالرحمن لاعب الكرخ ويأتي بعد ذلك في المركز الرابع بهدفين محمود خليل لاعب الكرخ زولفقار عيد لاعب الطلبة عمر منصوري لاعب نفط الوسط اسير صالح لاعب القاسم حسين يونس لاعب الميناء ومرتضى هديب لاعب الكهرباء وثم ذلك بعد ذلك بقى من المع النجوم لهم هدفين ولهم هدف واحد اتبعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة قدمنا لكم ترتيب فرقة دور العراقي وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة السامنة كاملة بعد الانتهاء اليوم الأحد 13-12-2020 اشترك في القناة فعل زر الجرس عملاك الفيديو نراكم في فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته